اشتركوا في القناة في خط الدفاع عمر جابر محمد عبدالغني حسام عبدالمجيد مصطفى الزناري حمزة المثلوثي واحمد فتوح وفي خط الوسط محمد اشرف روء وعمل السيسي ونبيل عماد دونجا وامام عشور وسيد عبدالله نمار سيف فاروق جعفر محمود عبدالرزقشي كبالا واحمد مصطفى زيزو اما في خط الهجوم سامسون اكينولا ويوسف اسام نبيه ويوسف حسن وسيف الدين الجزيري يغيب عن الزمالك في مباراة المقاولون العرب مصطفى شلبي للإصابة ومحمد عبدالشافي لعدم الجاهزية وحسام اشرف ويوسف اوباما ومحمد طارق وعبدالله جمعة لأسباب فنية فاز الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره بتروجيت بالثلاثة اشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعت الفريقين امس السبت على صالة سموحة ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز فاز الفريق الاول للكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره مدينة نصر بنتيجة 45-15 باللقاء الذي جمع بين الفريقين امس السبت بملعب الاخير ضمن منافسات الدور الاول لبطولة الدوري العام رصدت ادارة الزمالك ميزانية تصل الى 50 مليون جنيه لصفقات الشتاء لتدعيم صفوف الفريق بناء على طلب فريرا لرغبته في ضم لاعبين السوبر للاستعداد للمشاركة في دور الابطال بدور المجموعات ويرغب في ضم كانح ايصر الى جانب مهاجم مميز واشترط ان يكون الثنائي في المركزين لاعبين دوليين ويمتلكون خبرات كبيرة قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور صرف جزء من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جزفالو فريرا وجاء قرار مجلس الزمالك بصرف دفعة اولى من مستحقات الفريق الكروي بعدما طلق الجميع وعدا من مرتضى منصور بالحصول على مستحقاتهم المالية الاسبوع الحالي الزمالك تقدم بشكوة رسمية ضد التعاون السعودي في فيفا دادي التعاون لم يرسل حتى الان المبلغ المطبقي من قيمة الصفقة والمقدر بربعمائة الف دولار هذا لا يلق بالنادي ومن المفترض ان يتحدث مصطفى فتحي معهم لتسديد هذا المبلغ الجهاز الفني بقيادة فريرا وضع ثنائي هجوم فريق الشباب موليد 2004 محمود الدسوء وأحمد شرقية تحت الملاحظة في الفترة الحالية تمهيدا لتصعيدهما لصفف الفريق الأول في الفترة المقبلة وأبدى فريرا إعجابه بمستوى الثنائي في الفترة الحالية بعدما ظهروا بمستوى جيد مع فريق الشباب موليد 2004 في بطولة دوري منطقة الييزة أسندت لجنة الحكام المباراة لطاقا مكون من عبدالعزيز السيد حكما للساحة وأحمد توفيق طلب مساعد أول ومحمد عبد المجيد مساعد ثاني وجلال أحمد حكما رابعا ويتواجد في غرفة الفار على صبري حكما للفيديو ويعاونه أحمد بكر الزمالك يواجه المقاولون العرب اليوم في تمام الخامسة مساء عبر أون تايم سبورت على أرضيات أستاذ عثمان أحمد عثمان معقلة ذئاب مرتضى منصور أنت يا مصطفى فتحي كنت جاي الزمالك غلبان وأبوك كان بيجي لي يقول لي أن معمولك سح أنت عيضت عشان نوافق أنك تمشي ووافقنا على رحيلك للتعاون السعودي مقابل مليون دولار حصلنا على 600 ألف دولار ويتبقى لنا 400 ألف دولار كان من المفترض عليك تطالب برامد زوى التعاون بحصول نادي الزمالك على واقع مستحقاته المفروض تقول لهم ادفعوا فلوس الزمالك لأنه اللي رباني وخيره علي الزمالك هو اللي عملك أنت لاعب ما عندكش دم ومحمد صبري لما جابك كنت إيه لينا 400 ألف دولار ما يساوي 12 مليون جنيه عند نادي التعاون أنت هتنصب علينا يا تعاون مرتضى منصور اللي بيعملوا التعاون بيسيق للسعودية أنت بتعاندنا عايز الفلوس اللي عليك خلي عندك دم يا مصطفى وكلم النادي المعار منه وقل له ادي الزمالك فلوسه ما اعتقدش أنك استفدت حاجة من إخلاقيات لاعب الزمالك المحترمين احنا قدمنا شكوى للفيفا وللاتحاد السعودي المحترم ضد التعاون مرتضى منصور الشناوي حصل على 8 مليون جنيه للتجديد للزمالك عام 2018 ولكن بعد ذلك تم بيعه لنادي بيرمتز وكان يجب عليه إعادة الفيوص اللي حصل عليها ولكنه لم يفعل تقدمنا بشكوى ضده في اتحاد الكرة الذي أقر بحق الزمالك وضرورة إعادة اللاعب لمبلغ 8 مليون جنيه والشناوي قدم تطلم للجنة التطلمات باتحاد الكرة ولكن اللجنة برئاسة المستشار عادل الشربكي أكدت حق الزمالك في المبلغ قبل تجميد مجلسنا في نوفمبر 2020 وبعد رحيلنا لجأ أحمد الشناوي لمركز التسوية والتحكيم وحصل على حكم بعدم السداد في عهد لجنة حسين لبيب رغم أنها ليست جهة اقتصاص مثل ما حدث في أزمة إيقاف شيكابالا أطالب بإيقاف أحمد الشناوي لحين سداد مستحقات الزمالك وتنفيذ قراره الجبلية وسنسلك كل الطرق للحفاظ على حقوقنا وأطالب سالم الشمسي رئيس نادي برامدز بالتدخل وإنهاء الأزمة مش عارف إزاي الشناوي بيلعب دون إيقافه وفقا لقرار اتحاد الكرة ولجانه مرتضى منصور هعلمكم القانون اللي بيقول كهرباء هيحط الفلوس في الحساب المحجوز عليه والزمالك مش هياخدهم بقوله الحساب اتقفل على المبلغ اللي اتحجز عليه وأي فلوس جديدة باخدها عادي بفهم الجهلاء فيه فلوس دخلت وأخدناها بشكل طبيعي لأنه مجرد ما بتعمل إقرار بالزمة المالية وقت الحجز الحساب بيتقفل مرتضى منصور بخصوص التعاقد مع حسين الشحات بعدما انتشرت شائعات حول نية الزمالك في مساعدة اللاعب على الهروب من الأهل وفسق عقده لتسهيل مهمة انتقاله للزمالك ونفى مرتضى منصور كل الأنباء المترددة بخصوص التعاقد مع حسين الشحات مؤكدا أن الزمالك لا يفكر إطلاقا في التوقيع مع حسين الشحات أو الحصول على خدماته مرتضى منصور ما كنتش ناوي أدخل انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة بس في مسؤولين كبر بالدولة طلبوا مني خوض الانتخابات لإنقاذ الزمالك لجنة حسين لبيب ضمرت نادي الزمالك والمسؤولين قالوا لي لازم تدخل الانتخابات عشان تلقظ النادي وترجعوا لمكانته تاني مرتضى منصور أنا المستشار القانوني لمستشفى 57-57 وهي حاليا تمر بأزمة مالية صعبة ولازم كلنا نقف جنبها عشان ما تقفلش في مئات الأطفال بيتعالجوا فيها أنا وعائلتي هنتبرع بمبلغ مالي لصالح مستشفى 57-57 بس مش هقول كام عشان دي حاجة بيني وبين ربنا كتب المستشار مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الأليم الذي شاهدته مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في بطولة سوبر السلة بعد سقوط جزء من مدرجة الصالة المغطى التي استضافت اللقاء وشاهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري سقوط جزء من المدرجة الخاص بجمهير زعيم الصار وهو ما تسبب في إصابة 27 مشجعا وفقا لبيان وزارة الصحة وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي والشيخ زايد التخصصي فريرا خلال جلسة جمعته باللاعبين شدد على لاعبيه ضرورة التركيز في مواجهة المقاولون واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهون أمام مرمى الخصب وترك الاستحواز لهم من أجل مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري ووعد لاعبي الزمالك مدربهم ببزل قصار جهدهم في مباراة المقاولون من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة الصعبة موهيب عبدالهادي عبدالله السعيد يقترب مرة أخرى من الزمالك نعم لن يلعب في إفريقيا لكن في كلام جاد لضمه وأضاف الزمالك يرغب في ضمه مدافع وسيقوم بقطع إعارة محمود شبانة وعبدالله السعيد بيتكلم عليه حاليا واختتم الزمالك بيتفاوض لضم عبدالله السعيد في كلام لكن حسم الصفقة حتى الآن لا والفارس الأبيض يرغب في التعاقد مع مهاجم ومدافع خلال يناير محمد مصرحي لم نيتحدث معي أحد من الأهلي بشأن مروان عطية وكل اللي تقال اجتهدات وكلاء ووصل لم يحدث أننا طلبنا اللاعبين إعارة من الأهلي ولم يحدث أننا طلبنا زياد طارق أو محمد محمود وتابع الحقيقة المستشار مرتضى منصور كلمني بعد مباراة سيراميكا وهنقني على مستوى اللاعبين وعلى أداء الاتحاد السكندري وقال لي محمود على لاعيب راجل ولكن لم نتحدث بشأن مروان عطية وأضف أنا ما شفتش من المستشار مرتضى منصور غير كل خير والحقيقة لم نرى منه غير كل خير وأتم الناس قبل مباراة سيراميكا قالت خلاص مروان راح الأهلي وأنا بقول ما فيش أي كلام وحتى الناس في النادي الأهلي لم يتوصلوا بنا بأي طريقة من أجل مروان بس كده هيدا كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عندي الزمالي كتمنى الفقر بكون خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة ومتشكل لكم جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات اشتركوا في القناة